اعتصام مفتوح بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة هو شارة الاسبطة الاعتصام مفتوح في كل المحاكم والإدارات الجهوية والمركزية التابعة لوزارة العدل ينفذه أعوان العدلية بكل اختصاصاتها وأسلاكها في كامل تراب الجمهورية قرارات الارتجالية الأخيرة التي خذها السيد الرئيس الحكومة في علاقة بمطالب القضاء وقل رئيس الحكومة يقوم ويعلن يقول باش نعمل مستشفى للقضاء والعائلاتهم وأعوان المحاكمة أنت احنا معناش عائلات كسيد رئيس الحكومة يقول نعمل قانون أساسي للقضاء والتفقدية العامة والسجون والاستثلاح ويستثناء كتبة المحاكم اللي احنا نخدمه من 2012 بأمر عدد 246 إلى 2012 ما يرتقي درجة القانون وأنه جاوزته الأحداث اليوم فهذه استثناء رئيس الحكومة اللي كتبة المحاكم هي القطرة لأفاضة الكأس هو اعتصام لسبعة آلاف عون تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل تنظمه جمعيات ونقابات مختلفة وتنفذه في مقرات العمل اعتصام بمطالب موحدة مطالب تناهض التهميش وتطالب بقانون أساسي وتغيير التسمية لأنه يضم اختصاصات عدة هذا القطاع مهمش من أبسط الحقوق من حتى المسائل البنية التحتية من نظافة ومن أدوات إلى غير ذلك إلى أعلى مستوى مستوى التكوين والترقية أصبحت هذه المسائل جد مقلقة وأصبحت منهكة صحيا ونفسيا لقد طالبنا بحقوقنا بالطرق المشروعة وبالوسائل المعتمدة سواء على مستوى النقابات سواء على مستوى التحركات سواء على مستوى البيانات استوفينا كل إشكال النظال هنا بقاعة الجلسة من محكمة الاستناف بتونس العاصمة يعتصم أعوان وزارة العدل وكتبات المحاكم منددين بوضعية المحاكم التونسية من بلية مهترئة ومن إقصاء على مستوى الترقيات ومن ظروف مهنية صعبة ظروف تؤثر سلبا على المنظومة القضائية وآدائها هنا قطاع منتج للثروة نحن وقدر تخرج مليارات في ديناء كل شهر ونبعد نلقا ونحن محتوتين على جنب نحن صبرنا برشا سنوات ونحن مات القطاع الوحيد اللي ما نخرجش في الطلبات في الثورة نخدمه في الكوفيد نخدمه معرضينا للغتار نهارة اللي طلبنا القينا كان التسويف كان المماتلة ما سمعنا حد ما استجابش لنا حتى حد وليهذا احنا موصلين في الاعتصام هدايا حتى تتحقق مطلب اعتصام لن يكون الأول والأخير في ظل موجة من الإضرابات والاعتصامات التي تجتاح البلاد والمطالب واحدة إصلاح ما طال أمده يعيش سلك القضاء والعدلية مخاضا متواصلا في أجواء تصعيدية مستمرة من أجل بناء قضاء مستقل في دولة عادلة اليوم نسرين سويد تونس اشتركوا في القناة